جريمة جديدة لميليشيا الانقلاب لكنها هذه المرة ضد الامم المتحدة حيث منعت ميليشيا الحوثي وكيل الامين لعامل الامم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن اوبراين من دخول مدينة تعز المسؤول الاممي للشؤون الانسانية كان قد وصل الاحد الماضي الى عدن في زيارة اممية تشمل صنعاء وتعز للاطلاع عن كثب على الوضع الانساني في اليمن اتجه اوبراين من اب الى تعز ولكن نقطة تفتيش لميليشيا الحوثي غرب المدينة اطلقت النار بحسب بيان للسلطة المحلية بتعز على وفد ستيفن ومنعته من الدخول اليها قيادة محور تعز وصفت في بيان لها ان ما قامت به الميليشيا جريمة ضد اليمن واصدقائه مضيفة ان هذه الجريمة تكشف عن مدى استهتار الحوثي بجميع الجهود المبذولة لانهاء الحرب وتحقيق السلام اطلاق النار على موكب اوبراين جعل الحكومة تطالب برد قوي من الامم المتحدة فيما اكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ان هذا الاعتداء يكشف عن عدم جدية الميليشيا في التعامل مع المجتمع الدولي كما انه يفضح في الوقت نفسه مواقف منسق الشؤون الانسانية في اليمن جيمي ماكوغلدريك يتساءل مراقبون كيف يمكن الرهان الان على سلام مع سلطة انقلاب لم تحترم حتى الامم المتحدة التي لطالما ظلت تتعامل مع الميليشيا بصفتها كيانا سياسيا وليس جماعة ارهابية اشتركوا في القناة